بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ايها المتابعون الكرام معكم مهندس محمود حامد خليل في هذا الدرس العملي بمشيئة الله تعالى هنتعلم ازاي ان احنا نغير رام لكمبيوتر ديل انسبيريون خمس تلاف خمسمائ وعشرين الرام عبارة عن اختصار لكلمة random access memory وهي ذاكرة الوصول العشوائي وتعتبر ذاكرة مؤقتة لتخزين المعلومات ثم اعادة تفريغ هذه المعلومات بشكل آلي بمجرد اعادة تشغيل الكمبيوتر وتعتبر هي المسؤولة عن سرعة تنفيذ العمليات والمعالجات وتعتبر دائرة متكاملة بتضم داخلها ملايين الخلايا من الترانزيستر والمكثفات وكل ترانزيستر ومكثف خلية واحدة من خلايا الذاكرة وكل خلية من هذه الخلايا تعادل واحد بيت من البيانات الخطوات اللي احنا هنعملها كالتالي دائرة لازم تتأكد اولا من حجم الرام المتركبة عندك كام السرعة بتاعته فتروح على مي كمبيوتر وتضغط بالزر الايصر الماوس وتختار بروبرتزل والخصائص وتشوف كام حجم الرام المتركبة عندك ستلاحظ انه 16 جيجا لكن بعد ما احنا ركبنا الرام لكن هو في البداية كان 4 جيجا رام فقط ولكن انا ركبت 16 فزاد سرعة الجهاز من خلال مي كمبيوتر بروبرتزل تقدر تكشف عن السرعة بتاعت الرام الموجودة عندك في الجهاز اول حاجة هنفك البطارية لازم تفك البطارية قبل اي عملية اصلاح للكمبيوتر زي ما انت شايف قدامك سحبنا الجزئين اللي على الجنب الى اليمين وهنا الى اليمين وفكينا البطارية وعندك هنا في ظهر الكمبيوتر اللابتوب في عندك 3 مسامير وغلاف على شكل حرف L لازم تعملوا remove نشيلو ننزعو وزي ما انت شايف قدامك ظهر لنا الهاردسك قدامنا وايضا الرام قدامك هنا الرام بهذا الشكل 4 جيجا بايت وعندك 2 سلوتس مدخلين للرام واحد في الاعلى واحد في الاسفل وحاليا احنا هنغير الرام هنزوده هنركب اتنين رام في جزئين صغيرين زي صدنا على الجنب يمين ويسار هتحركهم وفي عندك 2 سلوتس مدخل الاول ومدخل اسفل منه المدخل التاني للرام وانا اشتريت 2 رام زي ما انت شايف قدامك واحدة 8 جيجا والتانية 8 جيجا مجموعهم 16 جيجا بحيث ان احنا نزود السرعة وديت الاماكن اللي احنا هنركبها فيها هنبدأ ان احنا نحضر الرام اللي هنركبها اول واحدة ونركبها في الجزء الاسفل وعشان تركب الرام تدخلها من الاعلى الى الاسفل زي ما انت شايف والجزءين اللي على الجنب السنتين اللي على الجنب لازم ان هي تمسك في الرام بحيث ان هي تثبتها وتتأكد ان هي سبتتها فتبدأ انك انت تنزل الرام بهذا الشكل وتقفل الجنبين وايضا الرام التانية بنفس الطريقة بعد ما تفكها من علبة بتاعتها برضو هيكون عملية تركيب الرام بنفس الطريقة انك انت هتركبها بيدخلها في الجزء الاعلى من الاعلى الى الاسفل وتتأكد ان السنة ركبة بشكل صحيح السنة من ناحية الامامية وايضا من الجنبين هتركبهم فاصبح الاثنين سبتين يجب تتأكد ان هم متسبتين بشكل صحيح وبعد كده الخطوة الاخيرة انك انت هتحضر الغلاف اللي بشكل حرف L وتبدأ انك انت تربط التلت مسامير اللي قدامك شكرا لكم موسيقى